مروان موسى تقلّف كلام و تقلّف مزيكة و تنتج لك و غيرك و تراب لو حياتك مصرحية تسميها ايه؟ تسميها المدير الفني مدير الفنانين او مدير الفن كله؟ ايه كده أنا أحب مدير السين كله لا بس أنا أحب أن أصبح يعني أدير الحاجات كده فأنا يعني ما بحبش حتى في قونيتي حد تاني بقى هو اللي ماسك يعني بحبها بقى بتحبت بقى أنت المسيطرة على حاجاتك بحب في الكورة مدير الفني برضو فهي لايئة انت من اسماعليا عايش في القاهرة والدتك اللي يرحمها ألمانية درست سينما في إيطاليا و درست هندسة صوت في فلاريدا انت منين؟ أنا من اسماعليا من اسماعليا ايه أكتر حاجة من دول بينا في شخصيتك أو في تركبتك؟ لا دي صعبة أنا نفسي بسأل نفسي دايماً السؤال ده عندي مشاكل طبعاً إن أنا من كذا حتة فساعدت أنا يعني أقصاد نفسي وأنا صغير بالذات اللي هو الهوية بتاعتي متلخبطة خالص كنت ببقى في مصر معروفة الهوية محسومة القضية؟ ما دلوقتي بقول بالألمانيا حدوتها مصريا دلوقتي دلوقتي اللي هو حتى الأغنية دي السطر ده في اسماعليا وألمانيا اللي اثنين مع بعض اللي هو خلاص أنا فهمت أنا إيه اللي عندي من هنا وإيه اللي عندي من هنا لكن أنا صغير كان ممكن أبقى مثلاً في اسماعليا أشوف عالم أسافر أروح ألمانيا لعيلة التانية أشوف حاجة تانية أجرب أقول حاجة سمعتها في ألمانيا في القاهرة فتبقى غريبة فأروح اسماعليا فكان في لأخبطة بالنسبة لي طب زي إيه قولي؟ يعني عارفة في الهزار مثلاً أو في النكت أنت بتسمع طريقة هزار معاناة في ألمانيا طبعاً في القاهرة دي مش بتضحك أو النكتة بتاعتنا اللي في مصر أو طريقة الهزار إحنا نحب تتنمر مثلاً التاريقة أنت تروح في ألمانيا مثلاً تتنمر ناس ممكن مش متقبلين ده قوي فاهمة؟ فأنت بقى بتتدايق من جواك اللي هو إيه دا أنتوا ليه مش مش كلامي مش جاي معاك ولا إيه مش فاهمين فكان عندي كتير ملحاجات دي بقى لخبطة فاهمة؟ كان فيه واحد صاحبي يعني كان والده راح إيطاليا كان دامني يقول لك أنا بقلبي مصري وبعقلي إيطالي فأنا بحس أنا بعقلي ممكن ألماني وبقلبي مصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر